أعلنت وزارة الأوقاف أنه يجرى تجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك وأضافت أنه سيتم أيضا إقامة صلاة العيد بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد مع سماح باستحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم ووجهت وزارة الأوقاف بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك يتي ذلك في إطار تنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية